يلا على قلبي يلا عنك صعبة تخلى ليندا لينداك يا لينداك أو الليلة صهرة في بداية الفقرة حكيت مع الفنان الكبير طبعا مارون نمنوم حكينا عن القوني ليندا ليندا وفي تشابه بينها وبين قونية نصيف زيدون كراميلا سمعت اللحن للشاعر الكبير عنا بالإبنان الله يرحمه الأستاذ يونس الإبن وقلت له بدي حط كلام على هاللحن الحلوة حسيته كأنه يعني معمول لقلي هيدا كاركتيري وهيدا لوني ووضعنا وضعنا وقتا ليندا ليندا يا ليندا بالكلام وأنا نزلت قصواني لقلي عبر شركة خوف بيروت ومن وقتها هالأغنية يعني الحمد لله كان ما زلت له هلا يعني من بعد ما مروري يمكن خمسين سنة ما يقارب الخمسين سنة بعدها هلا هي اللي عملت لي هويته الأغنية الشعبية الحلوة المهضومة تشابه بالأغاني موجود وراح يضلوا قائم يعني إذا بتقارن بفترة زمان فيه كمان سيد مكاوي سيد مكاوي هو واحد من الناس اللي كان مواظف على موضوع الأرشفي فبأغنية أوقاته بتحلو بلش الأغنية في بروفا مع كوكب الشرق أم كالثوم سجل البروفا معها بعدها بفترة توفت أم كالثوم غناها هو وبعدها فترة أعطاه للمطربة وردة الجزائرية فموضوع الأرشفي موجود على فكرة في البحث يعني اللي بدي يحب يدور بيقدر يحط بصيغة أوقات بتحلوه بصوت سيد مكاوي بصوت أم كالثوم موجودة فموضوع الأرشفي هو مهم لأول شيء خلينا نقول لتاريخ الأغنية نفسها يعني ليندا ليندا اللي حكينا مع الفنان مارون نمنوم خمسين السنة صار لها موجودة فهذا بديل قديش مهم موضوع الأرشفي اللي موجود إن كان في مكتبات الإذاعة الموسيقية وإن كان حتى في اليوتيوب وبجوجل بكل أماكن بحث